يهدف معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بانسويف أن يكون هذا المعهد بحثي رائد ومتميز في مجال النباتات الطبية والعطرية سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو العالمي وذلك لمواكبة التقدم العلمي على المستوى العالمي وأيضا لمواجهة الطلب سواء كان طلب محلي أو طلب عالمي على النباتات الطبية والعطرية والحقيقة إن هناك العديد من الأنشطة بأبحاث النباتات الطبية والعطرية لمواجهة التغيرات المناخية وأيضا في مجال التعاون الدولي هنعرف الكلام ده كله من خلال القناة النهاردة مع الدكتور ممتاز حجاب عميد معهر أبحاث النباتات الطبية والعطرية في جمع البنسوي صباح الخير يا طبط صباح الفل أهلا بك أهلا بك حضرتك عايز أعرف الجديد فيه أبحاث النباتات الطبية والعطرية أنا أشكرك لأن المعهد ده هو يعتبر المعهد الفريد من نوعه في مصر إحنا أول جامعة ويمكن كمؤسسة فيها معهد بحثي يعني من نباتات الطبية والعطرية ويتخصص في هذا الأمر المعهد بتاعنا معهد بايني أساسه وغمرة عن ما بين علماء أو باحثين كل الزراعة وكلية العلوم وكلية الصيدلة ودي ميزة جديدة أن احنا بنرسخ لأساس لحالة اسمها البرامج البيانية اللي هو حتى في البحوث احنا معهد كله أساسه دراسات عالية المعهد اللي فيه كل فيه أربع أقسام علمية بيختص من أول الإنتاج ومعاملات ما بعض الحصاد قسم الكيمياء نباتات الطبية والعطرية قسم التكنولوجيا الحيوية لو غاية ما نوصل للمرحلة الرابعة أن احنا نطلع لو طلعنا منتج أو طلعنا مادة معينة من نباتات الطبية والعطرية هندخل فيه مرحلة اللي هو التصنيع أو الاستخدامات بقى في المستحضرات الطبية فعندنا قسم المستحضرات الطبية والدوائية دي أقسام المعهد من أهم ما يميز المعهد برضو الحمد لله أنه لأ رعاية من أول يعني هو الحمد لله قطاع نباتات الطبية والعطرية في مصر قطاع واعد ومهم جدا سيدرس الجامعة دكتور منصور حسن كان مهتم جدا فعشان كده بدأ تأسيسه والحمد لله تم افتكاحه سنة 2020 بحضور معه الأستاذ دكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وده برضو عطى قوة للمعهد أن الحمد لله يعني فيه اهتمام من الدولة بصورة عامة بهذا النوع من المعهد البحثية المتخصصة طب رئيس الجامعة الحقيقة يعني أطل علينا من خلال وسائل الإعلام وقال إن هناك مشروع جديد فيما يخص النباتات الطبية والعطرية ما هذا المشروع؟ يعني في حدود اللي قدر أتكلم فين هو مشروع اعطاء مشروع قومي المشروع ده يعني عبارة عن مدينة للنباتات الطبية والعطرية فيها كذا نوع من الاقتصاد الاقتصاد الزراعي والاقتصاد الصناعي الاقتصاد البيئي والعلاجي حتى اقتصاد الخدمي كل نوع من الاقتصاد ده هيخدمه مجموعة من المشاريع هيبقى عبارة عن عاوزه لكم ما بين مشاريع كتيرة في مصر والحمد لله المشروع ده يعني تم رفعه إلى القادة السياسية وبرضه دي حتى قوة جدا يمكن دعم القادة السياسية فيها كتير هو اللي خلى ان في المشروع ده تظهر ويبقى لها القوة والزخم ده ونتمنى من الله ان شاء الله يكون قريبا يكون يعني يظهر بعد ما بيكم بعض الدراسات في بيوت خبر عالمية وكذا ان شاء الله الحياة زي ما انا قلت كذا في المقادمة فيه تعاون دولي وفيه تعاون خارجي وتعاون محلي عايز عارف التعاون الموجود في مجال نباتات الطبيعة والعطرية ده من الحياة المهمة الحمد لله برضو ان المعهد يعني ساعده جدا ان دائما كنا نتكلم ازاي دور المجتمع المدني ودور المستثمرين ورجال الاعمال الحمد لله المعهد عمل برتقل التعاون كان من اوله مع مجموعة الكومي جروب دي احدى المجموعات الفلساسمار الزراعي في مصر اهدت المعهد اول صوبة زراعية بتكنولوجيا متقدمة والفكرة فيها مش مجرد اهداء لصوبة زراعية في موضوع الزراع في الصوبة الزراعية وده كله بتمل في غرب الفيوم في مرات اخرى والريف المصري احنا عاملين صوبة بحسية على مستوى تكنولوجيا عالي جدا ده خلين في حتى الزكاء الاصطناعي في كمالات المراقبة للنباتات وغيره والكسطة فيها الفكرة اللي احنا نعلم الباحثين عندنا ازاي يتعاملوا مع هذه التكنولوجيا فاحنا ماشيين برضو مع استراتيجية الدولة ازاي ان احنا بنطلع باحث يقدر يتعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة الصوبة نطلع سلالات او ننمي بعض السلالات اللي تقدر تقاوم التغارات المناخية وده احنا فعلا مدى ان احنا نحصر بعض السلالات البرية اللي لها مواصفات قوية ضد الاجهادات زي الحرارة زي قلة المية فده برضو الصوبة قدرت تساعدنا وده ده دور كبير للمجتمع المدني وإحنا بنشكر فيه حتى ان رجاء الاعمال ينظروا للبحث العلمي انه قيمة وانه هو يبقى قاطرة في الدولة المصرية الميزة التانية ان احنا عندنا برضو المستثمين او التعاون الداخلي ادر نفس المجموعة القومي ادر تدي بعد اما لقيت ان احنا ماشيين جدين وجامع بنسوف جدة في هذا الامر اقدتنا عشر منح دراسية وده كانت ميزة تانية عشر منح دراسية ممولة للمجستير والدكتوراه في كل ما يخص موضوع النباتات الطبية والعطرية احنا بنسوف المشاكل الموجودة في الارض ونبتل نعمل لها في منح ومنح ممولة كاملة وده برضو حاجة قوية جدا في التعاون الداخلي وكان ليه تأثير والحمد لله يكون تأثير واضح كما من فترة جاية احنا فين يا دكتور في هذا المجيز في العالم يعني احنا ترتيبنا فين احنا من المميزين مصر في الاعتوار من الاوائل اللي بتنتج نباتات الطبية والعطرية وفي لها برضو يعني مواصفات في النباتات الطبية والعطرية في المحتوى بتاع النبات نفسه فعندنا الحمد لله احنا اعتبر محتوطين من اوائل الدول في هذا الانتاج ولكن ينقص هذا الموضوع وهذا القطاع بعض المشاكل منها الاستخدام المفرط في المبيدات والحاجات دي كلها والكيميائيات بيقلل من المنتج المصري في الخارج فده جزء جزء التاني السلالات ساعات المزارع بيستخدم نفس السلالات الموجودة ممكن تكون السلالات دي مش نقية مية في المية وفي مشاكل اخرى من التصدير وغيره التعبئة والجزء التاني كمان اللي هو مرحلة انت تستخلص من النباتات دي زيوت او غيره احنا تتعاد بنوديها مواد خام يمكن اساس المشروع او الفكر في الدولة بتقوده ان احنا المواد دي بتدي تتحلل او بتدي نطلع منها مواد تنفع في الادوية او مستحضرات طبية او التجميل او غيره لها قيمة مالية واقتصادية اعلى بكتير من اللي بيتم حاليا تمام يمكن زي ما قلنا كده ان فيه انشطة بتقوم بيها معدى بحالث النباتات الطبية والعطرية في جامعة بنسوير لمواجهة التغيرات المناخية وحاجة مع المنصدق العام للجنة التخلص بالجامعة بالضبط عايز اعرف ايه الانشطة اللي تمت بالفعل لمواجهة التغيرات المناخية يعني جامعة بنسوف انا اعتبر برضو ان يعني ده الحمد لله ان كانت من جامعات الاوائل في هذا الامر ان اللجنة التغيرات بالاخرية دي تشكلت من عام مضى من اول ما مصر دخلت ان فيه كوب 27 وهنستقبله ده ان من اللجنة ان احنا نجيب علماء من التخصصات مختلفة في جامعة بنسوف ده ان نحصر افكار كتيرة في افكار منها وصلت انها المستوى ترتقل للدولة من اهم الحاجات ان احنا في معهد الليزر عندنا ده معهد متميز ومتفرد في جامعة بنسوف برضو ان فيه مشروع لرصد الملوثات البيئية عن طريق استخدام الليزر وده مهم جدا ان الجامعات تبقى لها دور في انها تشارك في هذه الامور وخاصة في وضع التلوث لان فيه مناطق صناعية في بنسوف كبيرة فده احد الحالة اللي اتعملت فيه مشاريع تانية تمت او بدأنا نشتغل فيها زي استخدام الماء الرمادية او الجريوتر اللي يبتطلع من غسيل اليد وتعمل مشروع وبروتو طيب كميل جدا اتعمل كله داخلي وحاليا يعني بتحكي في الجامعة نابل طبقه في بعض المباني ان الماء دي بتتجمع ويعاد استخدامها بعد تعقيمها وتطهيرها بوسائل معينة ده بيوفر ماء كتير المشاريع دي لو قدرت تكبر تبروتو طيب بسيط تقدر تساعد كتير في الماء المستخدمة ونقدر نعيد تدويرها مرة اخرى في مشاريع تختص كمان بالاورنس او التوعية يعني فيه كان كتاب اليونسكو طلعوه وريبرتو كان قوي جدا في المدارس ازاي نعلم ولادنا اي مشاكل اتغارات المناخية في الاستخدام ازاي انه عشان يقفل الماء او غيره او الزراعة الداخلية او الحصص الداخلية ازاي ممكن ده يأثر كتير استخدام المكيفات غيره غيره ده لان الحياة التغارات المناخية احنا السبب تبني ادليه احنا السبب فيه اه اه يعني البعثات الكربونية وكسلوسي الكربون اي نعم احنا الدول بتاعتنا عشان خطر الصناعة مش واسطة لمستوى الدول الصناعة كبرى ولكن احنا برضو بنعاني من هذا الامر فكمان التوعية دي احنا فيه لحاليا جمع بنسويف برضو خلط على طاقة ان هي تقدر تساعد ازاي المدارس تعمل برامج تدريبية في هذا الامر وتم حتى مقابلة ما بين الوزراء المعنيين التعليم العالي والتعليم وفعلا ماشيين في هذه الامور وفيه يمكن حاجات تانية كتير وبأبحاث علمية تم رصدها يعني الحمد لله ويمكن اتعرض ده كان فيه مؤتمر قوي جدا في العين السخنة كان برعاية وبحضور وزارة التعليم العالي الدكتور محمد اعمال عشور ودي كتخطوة كبيرة جدا ان هو جمع كل خبرات الجماعات المصرية في هذا اليومين قدروا يطلعوا فيه توصيات كبيرة ومهمة وكلها قابلة للتطبيق في مجال التغيرات المناخية فيه حاجات تانية بقى الدماء خفيف اللي هي ان هي الشكلان الدماء خفيف ان احنا ازاي نستخدم وسائل نقل اخرى زي العجل يعني احنا جمع برسوف عملنا كم باضرة في الموضوع ده بالموضوع هي اعتبر مش احنا اللي بدأناها يعني لو جينا فكرنا سيارة الرئيس سيارة الرئيس يعني لو جينا فكرنا فيها اول ما بدأ اركب العجل عشان مشكلة العجل في الركوب ان دايما انا وجيت ركب عجلة طبعا اكيدنا هنتضرب بالطوب بقى ازاي ركبت عجلة وعميد ومش هارك يوريس الجامعة ركب عجلة ففعلا اخدنا الموضوع ده والناس لبس الترينجات والمحافظة وركب العجل لان عاوزين الاول نشوح ان الموضوع مش محرك فرئيس الجمهورية بركب العجل من اول يوم عشان يقول ده ده الصحة كويس ده هينفى على التغيرات المناخية احنا بكبشة عربيات تانية العجل فالحاجات اللي اعتبارها الصغيرة دي ممكن تفرق كتير فكان فيه تعامل مع المحافظة برضو يعني جامعة بنسوف ويمكن ده ده اقرر الرئيس الجمهورية ان الجامعات هي بيوت الخبرة للمحافظات والمؤسسات المصرية وفعلا فيه تعامل مع المحافظة في هذا الامر في مبادرات الخضراء وغيرها والحمد لله يعني الجامعة عامل احمد الله اللي لها مشاركة كبيرة في هذا الامر اكيد طبعا مشاركين في قاب 27 ان شاء الله ايه اللي النوين تقدموه في هذا الامر ده بقى من التوصيات العامة بتاع وزارة التعامل العالي اللي منها احنا عملنا اول مركز رصد التغارات المناخية المركز ده ميستو ان كل علماء الجامعة في التخاصات المختلفة بيقدروا يساعدوا اي مشكلة للمحافظة او اي مشكلة لأي مؤسسة دي حاجة مهمة جدا الموضوع اللي احنا برصد الملوسات اللي بتبقى ديها تأثير كبير عن طريق استخدام الليزر وده الحمد لله احنا يعتبر في نهاية المشروع ان احنا هيتركب فوق المعهد واخترنا المكان والهيئة العربية بتساعد في تصنيع هذا الامر جوا مصر وده خطوة كبيرة جدا موضوع دخل في التدريب وفي بحوث علمية منها مشايع في الكنوة وغيرها استخدام نهي عبرها فيها بروتين كتير نباتات اخرى بتستخدم مياه قليلة موضوع شروع المياه الرمضية فالحمد لله يعني فيه امور كتير ان شاء الله هترتقل في الجامعات التانية برضو مقدمة حاجات جميلة في الزكاء الاصطناعي واستخدامه فهذا الامر حدتك المنصق اهم للبرامج الجديدة في جامعة بنسويف عايز اعرف ايه بقى الجديد في الجامعة بنسويف اموقن بشكل عام جامعة بنسويف الحمد لله نحمد لله نحن في البرامج الجديدة والبينية وكلمة البينية دي مهمة يعني احنا وصلنا ل 45 برنامج من 4 سنين كانوا 13 برنامج بس برامج البينية دي برامج بيبقى لها مواصفات مختلفة في تركيب البرامج نفسه يعني جامع برسوف مثلا تتميزني فيها برامج مش موجودة في الجامعات المصرية بطبيعة ان احنا عندنا مثلا كلية علوم الفضاء وملاحة عندنا برنامج تكنولوجيا الفضاء وملاحة ده برنامج متفرد على مستوى الجامعات المصرية عندنا برنامج المايكرو بروجيا الكيميائية الحيوية دعبارها اتنين بكاريوز في بعض في كلية العلوم برامج الجولوجيا والتعديل فيه برامج حتى في التخصصات الأدبية ده ميزة نوعية زي مثلا العلم النفس الكلينيكي ده حاجة بتربط ما بين الطب وبين العلم النفس فالحطة البانية خلاص فكرة عندنا الطبية ما بين الطب والزكاة الاصطناعي ومناسبة في موضوع الزكاة الاصطناعي ده يعني جامع برسوف كانت من الناس اللي خدت قاطلة هذا الأمر إذا كانت من إنشاء أول معمل الزكاة الاصطناعي أول تعاون دولي على مستوى مصر مع أكبر معهد في أمريكا اسموساس ده مسؤول عن التنقيب في البيانات والرمود سينس ومعظم أدوات الزكاة الاصطناعي هو بيشتغل فيها وعندنا طلب الحمد لله تخرجوا وخدوا سرتيفكت من السينس دوليا وكل ده يتعمل في ري بيد يعني ده كل ده كان مدفوع بالدورة بتكلف ألاف دولارات فالجامعة دايما يعنيها على ما هو جديد وما هو يهم الدولة وما هو يهم الطالب في بناء قدراته ده حاجة ميازة يعني يعني ده خلينا أسأل حداك إزاي بتعمله بقى لسقل مهارات الطلاب علشان طبعا يواجهوا سوق العمل الموضوع ده يمكن فيه جهات كتير بدأت تدخل فيه مع الجامعات ممكن آخره هاجم من الآخر بقى فيه مبادرة الشباب من أجل التنمية برعاية وزارة التخطيب والتنمية اقتصادية مع الوزير الدكتورة هالة السعيد ومع الوزير التعليم العالي ومجلس العالي الجامعات كان فيه خطوة كبيرة أن أول مبادرة تنطلق السنة دي في سماء مصر ببدأت بخمس جامعات واختاروا برسويف عشان حاجتك قلتي الوقت ده هو أقولك الأسباب منها إن إحنا نزاي نكون مجموعات طلابية من كليات وتخصصات مختلفة يفكروا في مشاريع إذا كانت مشاريع تنموية أو مشاريع ممكن تطبيقها أهم أساس الموضوع أو ورق سياسات يتوجه للوزرات عشان نحل مشاكل بيها شايفينها في الإدارة أو غيره بفضل الله جامعة برسويف حصلت على مركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية وده كان في حفلة كبيرة في وجود مع الوزراء المختصين ومعنيين والقصائي الجامعات اللي ده ده بقوله عشان الأول ده ممكن مؤخرا عشان الجامعة فعلا واخدت جاه في إزاي إن إحنا نبني الكرير أو المهنة الطالب بالمناسبة لو تخرج مجرد إنه خد شهادة مش هتفيده كان زمان كان ممكن تفيده حتى لو هو الوسطى حتى الوسطى مش هتنفعه دلوقتي هو محتاج ثلاث حاجات مهمة لازم يكون الطالب تأدير لازم يكون عنده لغة الحاجة الثالثة بقى اللي هي المهارات التخصصية ده اللي احنا الجامعة خادت على عاطقها الموضوع ده كان من الأول حاجة ان احنا اتفقنا مع هيئات دولية وداخليا زي معهد الاي تي اي بتاع وزارة الصلاة جهات دولية زي الساس عشان كل طلبنا بيقدموا في برامج الزكاء الاصطناعي ما عندنا أي طالب ممكن ياخد هذه البرامج وفري يعني بدون أي أي مصاريف دي ميزة عندنا في حاجة كتيرة دخلناها اللي هو في ازاي التوعية للطلاب باللغات المطلوبة عندنا مركز اللغة والترجمة فيه دورات على طول مخفضة جدا انها تساعد الطالب ان نتحافظ على مستوى اللغة بتاعه عشان عندما يطلع يقدر يشوف سوق العمل خاريه الحاجة الاهم كمان ان احنا زي ما قلت حضرتكو اننا بنعمل برامج جديدة سوق العمل اللي محتاجها البرامج دي كلها عشان خاطر سوق العمل اختلف تبقى لتقرير ما كنزي الأخيرا ان الوظائف اللي جاي مش هي الوظائف اللي من 10-20 سنة ولا اللي هم بيتعلموها يعني مش هي دي التخصصات اللي عايزينها لا بقى تيطر الوظائف هتبقى شكلها مختلفة يعني زي مثلا كلية علوم اللعاقة مثلا ديهم الكليات علوم الزاو اللي احتاجات خاصة بقى من الكليات المهمة جدا لان معظم اللي موجود مثلا في اوروبا ان السنون كبير فاللي جاي دلوقتي محتاجين ان هو يبقى عارف تمريض وعارف علم نفس طبيب يبقى عارف علم النفس وعارف زكاء الاصطناعي يعني هتلاقي ان بدأت البرامج تدخل مع بعض من الحاجات المهمة التانية ان احنا فيه تعاون الدولة بنعبيره صالح الطلاب كان عندنا فيه منحة لجامعة هيروشيما دي جامعة مصنفة في اليابان المفروض ان هي كانت تلك جامعات مصرية استفيد بمنحتين النهاردة هم اليمنين بفضل الله الحمد لله اما بلاوا حد جد احنا جامعة بنصوف وصلنا الاثنين وعشرين منحة المنح دي كانت بداية في التنمية المستدامة وعلاقتها بالسلام العالمي بعد اما بيعمل الخطوة دي بيبتري يدخلوا بقى في التدريب المتخصص ازاي يخل الطالب ده مش هيبقى الاول بيشوفوا الاول هل ده سوي نفسيا الطالب ده يعني عارفهم بالحق فيه اليابانين في الميزة حلو قوي هما بيشتغلوا لو لقوا الطالب مش منتمل بلده ما بيكملش معه مش منتمل بلده يعني مهم قوي موضوع بلده طبعا لانه مش منتمل بلده مش منتمل حده تانية صحيح دي حاجة طبيعية طبعا عندنا طلاب الله اكبر اعطوهم دورات يابانية اونلاين عندي طالب وطلاب دوقتي من زراعة وعنهم زعاقة وطب وطلاب اتنين وعشرين منحة من منحتين احنا النهاردة فينا سافرة اليابان موجودين في اليابان حاليا في ايروشيما بيحضروا ماجستير ودكتوراء على حساب الدولة اليابانية وبدأوا كمان يزودوا عدد المنح لانهما شايفين الموتيفيشن بتاع طلاب جامعة بنسويف الطلاب عشان احنا دايما فيه مش اورنس بس احنا بنعمل لهم الحاجات دي في التنمية وازاي الكارير بلد نجي بتاعهم فبعد لهم شغف اما يسمعوا عن اي حاجة بتخليش اتكمل عدد اللي بيقدم عشان يوصل لهذه المنح فالحمد لله يعني اناقول ان احنا نحمد الله ان احنا كل الجامعة من او رئيس الجامعة لغاية كل الناس الموجودة بتسعى فعلا لصالح ولدنا في جامعة بنسويف جميل طب حاجة متمني لمعهد ابحاث النباتات الطبية والعطرية بما ان حاجة عميد هذا المعهد تتمنى لي عايز ايه لجامعة بنسويف بشكل عام اتمنى ان المعهد فعلا ياخد وضع ان هو يبقى الهب لهذا القطاع بالمناسبة فيه علماء في نبات الطبية العطرية موجودين في الجامعة المصرية من قديم ازل ومركز البحوص يعني احنا هنا مش هننخترح حاجة جديدة ولكن المكان هو اعتبر الخب ان نتجمع كلنا لصالح هذا القطاع بدل ما كل واحد بيشتغل لوحده تعاني نتجمع عشان نشوف مشاكل القطاع اذا كانت مشاكل في الزراعة ازاي نطلع المنتجات دي بالصورة ان احنا نصنعها احنا حاليا فيه تجهيزات طلبناها ومعاني وزير التعامل علي دكتور محمد ايمان عشور الله يكرمه يعني بيسعى ان كل ده وفرهولنا لانه شاف ان المعهد فعلا واخد الموضوع بجدية يعني انا هقولك على اخر حال 3 حاجات من مميزات التعاون الدولي هي ازاي هيئة الفلبورات في مصر احنا دلاتي ان شاء الله هنستخدم استاذ امريكي 6 اسابيع تقريبا ده اول مرة يدخل ان الاستاذ تخصصه ان يستخلص المنتجات النباتات التبارية عشان يطلع منتج له قيمة مالية مهم انا ممكن بحق انا ممكن اطلع من الرحان زيوت اللتر مثلا ب1000 دولار وممكن اطلع اللتر ده 10.000 دولار الفرق ان استخدامه هيبقى فيهن ما ده البيوريتي بتاعته فالتكنولوجي بتاعت الاستخلاص مختلفة ومتقدمة فالاستاذ ده هيجي على حساب هيئة الفلبورات وان هما هيجي اول ان شاء الله يا رب في معهد النباتات وده هي ان نبقى وسيلة الجذب بكل الخبراء ان يجي يحضروا معانا الكلام ده معانا فيه مع هيئات دولية تانية زي الونيت نيشن الونيدو ان شاء الله في القريب يكون احنا مسؤولين عن تدريب الفتيات ازاي يبقى هما اكسبت او استشارين في النباتات الطبية والعطرية جميل الحاجة الاخيرة او مش الاخيرة الحديثة جدا بقى ان فيه مهرجان للنباتات الطبية والعطرية برعاية الوكاة الالمانية الجائزاد ووزارة الزراعة وسطح الاراضي ومحافظة الفيوم في قرية تونس يوم 27 و28 اكتوبر اول مهرجان الفيوم يعني اول مهرجان فيه سياحة وفيه علم وفيه قطاع اول مرة قطاع نباتات الطبية والعطرية كله والمجلس الطازي كله هكتمع في الفيوم والحقيقة في ذكابة انه هيتعمل في الفيوم في الفيوم اه هم في اختيار طبعا هم في اختيار كله يعني هم مرتبينه والحمد لله تم دعوة المعهد كشريك رئيسي ودي اعتبر معنا كده ان احنا في خلال سنة ونص من افتتاحه وسنتين بان بالقوة ان احنا نبقى شريك رئيسي في حاجات كبيرة وعلى مستوى الام التحرة زي المشروع اليونيدو تدريب الفتيات ان احنا نبني خمسين فتاة بقدرات انهم يفتحوا مصانع او مكاتب الشرية او يبقوا متخصصين في النباتات الطبية والعطرية ان يجدون مصطقة فينا في هذا المهرجان والمهرجان مهم جدا كمان فيه المهرجان كمان مسبقات كتير تخص الزراعة احسن مزرعة احسن منتج حتى احسن تعاليب لنباتات الطبية العطرية احسن باكتش يعني هو حصر المشاكل وحطها في مسبقات فالحاجات دي كلها الحمد لله بتؤكد ان المعهد التفكير فيه من اول تأسيس وتكوينه ودعمه وانه يوصل لكده ده حاجة مهمة للقطاع ده جدا ونتمنى من الله ان مش بينام موجودين بس ان كل من له خبرة يقدر نتجمع في هذا المكان نكون منصة لصالح البلد في هذا القطاع الهم ان شاء الله من التوفيق دايما يا ربي كده ونشوف مزيد من تقدم ان شاء الله في هذا المجال بشكر طبعا دكتور ممتاز حجاب عميد معهد النباتات الطبية والعطرية بجمع البنسويف شكرا لحظة شكرا لحظة خلصت حلقتنا معاكم من نهار ده على وعدة باللقاء بيكم ان شاء الله بكرة مع فريق اعمال جديد وصباح جديد وبنصبح عليك